في شأن آخر عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا بمقر الحكومة في مدينة العالمين الجديدة لمتابعة الإجراءات التنفيذية لحزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاجتماع أكد مدبولي متابعته المستمرة لما تم من إجراءات حتى الآن لتنفيذ ما تتضمنه الحزمة الجديدة سواء ما يتعلق بضم أكثر من 900 ألف أسرى جديدة لبرنامج الدعم النقضي المشروط تكافل وكرامة أو المبلغ الإضافي لمدة ستة أشهر على بطاقات التموين للأسر الأكثر احتياجا وكذلك أيضا أليا توزيع مليوني قرطونة مواد غذائية شهريا بأقل من نصف سعر التكلفة اشتركوا في القناة